يرفضون أن المنتخب الكولومبي الذي هزمهم فقط مرتين واحدة في ودية في الثمانينات والأخيرة والرسمية الوحيدة في ال91 يغسلون اليوم فير بلاي يا دابيد يا لويس مبروك يا كارلوس يا باكا الكافيتاريوس تيريطور الكافيتاريوس تيريطور الكافيتاريوس عاد ولكم من جديد واحد كولومبيا سفر البرازيل لم تظهر هذا المساء كانت شحيحة وكانت بخيلة على مستوى الأداء على مستوى الإبداع على مستوى الروح والرغبة في الانتصار كولومبيا رغبة الفوز كانت موجودة كارلوس باكا يستاهل حمرة بين الصفرة والحمرة هناك أزرق خرجة مهزوم وأصفر كولومبي في عنان السماء خرجة منتصر وفايس بالنقاط الثلاث كولومبيا في قمة المجموعة الثالثة تمتصر بأغلى النقاط على الفريق البرازيلي واحد سفر هدف دقيقة ستة وتتين في الشوط الأول موريو خمسة ثمانين في ماتش ودي واحدة وتسعين في الشيلي في أول رسمي بعد ربع قرن 24 عام الليلة فريق أسباح وليلة كبيرة في كولومبيا نعم ورقة حمراء لمن؟ لمن؟ لنمار وميراندا تابع العملية وتابع الحدث سيد حكم الشيلي أوسيس خالد ياسين سيتامع لكم طبعا سيمسك الوقت لبدا لحظات هو لي باكا كالوس باكا ونيمار شكله باكا ونيمار شكله كالوس باكا ونيمار سيتغيب نمار عن الماتش الأخير ويخرج بالفعل كالوس باكا حمراء وحمراء احمرك في الخواتيم ولكن فهذا الفريق الأصفر فريق كولومبيا المكنب الكافيتيريوس القهوة جية انتصروا هذا المساء خالد ياسين وقهوة رقاس باح وليلة كبيرة في كولومبيا نعم ورقة حمراء لمن؟ لمن؟ لنمار وميراندا تابع العملية وتابع الحدث سيد حكم الشيلي يوسيس خالد ياسين سيتابع لكم طبعا سمسك الوقت لبدا لحظات هو ليب والرغبة في الانتصار كولومبيا رغبة الفوز كانت موجودة كالوس باكا يستاهل حمراء بين الصفرة والحمرة هناك أزرق خرجة مهزوم وأصفر كولومبيا في عنان السماء خرجة منتصر وفايز بالنقاط الثلاث كولومبيا في قمة المجموعة الثالثة تنتصر بأغلى النقاط على الفريق البرازيلي واحد سفر هدف دقيقة ستة وتثين في الشوط الأول موريو خمسة وثمانين في ماتش ودي واحدة وثمانين في الشيلي في أول رسمي بعد ربع قرن أربع وعشرين عام الليلة يرفضون أن المنتخب الكولومبي الذي هزمهم فقط مرتين واحدة في وديها في الثمانينات والأخيرة والرسمية الوحيدة في الواحدة وثمانينات يخسرون اليوم فير بلاي فير بلاي يا دافيد يا لويز مبروك يا كارلوس يا بكا الكافيتاريوس تيريطور الكافيتاريوس تيريطور الكافيتاريوس عاد ولكم من جديد واحد كولومبيا سفر البرازيل برازيل لم تظهر هذا المساء كانت شحيحة وكانت بخيلة على مستوى الأداء على مستوى الإبداع على مستوى الروح ترجمة نانسي قنقر